اعرب اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياض رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي للقدرة عن فخره واعتزازه بمواصلة الفريق الملكي للقدرة تحقيق النتائج الإيجابية المشرفة خلال مشاركات في فرنسا وذلك بعد أن استطاع الفارس محمد عبدالصمت تحقيق المركز الأول في سباق لجنيير الفرنسي مهني أن سموه الفارس وكافة عضاء الفريق بالإنجاز الذي تحقق خلال المشاركات الخارجية وقال سموه أن الفريق الملكي للقدرة ظهر بروح الفريق الواحد خلال سباق لجنيير الفرنسي الذي شهد مشاركة واسعة من قبل نخبة من فرسان العالم الأمر الذي أهل الفارس محمد عبدالصمت للنفر بالمركز الأول رغم صعوبة وقوة السباق الذي شهد منافسة قوية بين الفرسان المشاركين إلا أن الروح التنافسية العالية والإصرار والعزيمة الكبيرتين توجت مجهود الفريق بالانتصار مؤكد سموه عزم الفريق الملكي للقدرة على مواصلة تحقيق الإنجازات المشرفة خلال مشاركاته الخارجية المقبلة لترسيخ موقع ومكانة المملكة على خريطة رياضة القدرة عالميا هذا وقد استطاع الفرسان الخليجيين السيطرة على المراكز الثلاثة الأولى في السباق وذلك بعد أن أحرز فارس الفريق الملكي للقدرة محمد عبدالصمت المركز الأول وحل بالمركز الثاني الفارس العماني علي طالب الفارسي المملوك لفريق الخيالة السلطانية لسباقات القدرة وجاء ثالثا الفارس السعودي طارق طاهر كما أحرز فارس الفريق الملكي للقدرة الرائد محمود المركز الأول حيث بذات السباق لمسافة 84 كم دولي تصنيف نجمة واحدة